السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة الدام المدرسي دائما وأبدا سعادة باللقاء معكم وكنشكركم بزا بزا فعلى التعليقات الجميلة ديالكم والتجاء المستمر ديالكم وبضونا كنتمنو لكم والأبناء ديالكم التوفيق والنجاح ودائما كنقولها كنقدموها حتى حية تقدير واحترام من الآباء والأمهات اللي صاهرين عن التربية والتعليم ديال الأبناء ديالهم وكضحيوا بالغالي والنفيس وهد مجهود ديالنا كامل هو موجه لكم وحنا حاسين بحجم المسؤولية الملقاة على العاطق ديالكم هاد الشيء نحاوله ما أمكن نقدموها حد اليد المساعدة وخدكون بسيطة إذا كان شيء ملاحظة أو شيء تقصير من جيتنا أو شيء هفوة ممكن تتوصل معنا سواء عن طريق الفيسبوك أو عن طريق التعليقات اللي في اليوتيوب وحنا أخرى كنتعطي لورا كنشوفهم كاملين حيث يكون كم ديالهم الهائل كنحاولوا ما أم كنجاوبوا على المهمة بزاف وما تبقى مع الوقت بالنسبة للناس اللي كنتحقوا بنا جدا مرحبا بكم والف مرحبا غير هي الطريقة للعمل ديالنا دائما كنخلوليكم الرابط ديال تحميل هذا الفرض أسفل الفيديو كنخلوليكم الرابط ديال الفيسبوك كنخلوليكم ايضا رابط ديال جميع الفروض ديال متلا عندنا المستوى الرابع بتدائي كنخللكم جميع الفروض ديال المستوى الرابع بتاقي ديال المرحلة الرابعة كنخلوليكم الابناء ديالكم يخرجوا هذا الفرض كنخلوليهم يعتبروا على نفسهم لا ما توقفوا عليهم بلا تحتاج كنخللي هو يتعامل مع الورقة يضبر بحينه مع الورقة بعد ذلك ممكن تقول ابنيالك او ممكن تبوحدك تشوف هذا الفيديو هذا باش تطرح لابنيالك احنا في الفيديوهات ديالنا كنحاولوا ما امكان نبهكم الاخطار اللي كنخلو في الابناء ديالكم نحاولوا ما امكان اه نديروا واحد المراجعة شاملة للدروس اللي غتكون اللي غتكون داخلها في المرحلة الرابعة الدولة الثانية ودائما كنختارو الفروض اللي احتمال ديالها باش باش الشخص اللي يختاروها بكون احنا هذا اللي عارفين الفروض الي كhakeتحط يعني كنختارو الفروض المحتاج ل الإحتمال يعني الفروض الملائمة اللي غد يتحط لانابناء ديالكم اذا حاولوا تنموع الفروض اشوفوا النامولج الاول والنامولج يتاني اي نموذج لقيتو حاولوا تشوفوه اذا ما تحتش نفسه اراها النفس الاسئلة غايت يتكون المهم هو الفهم المهم كما كنقول لكم هو الفهم ونحاولوه من خلال طريقة دينا لاننا الاستادة باننا نفهمو الابناء ديالكم او تفهمو انتما باش تفهمو الابناء ديالكم اذا ابنما نطول عليكم تحولي على هذه المقدمة الطاويلة اليوم نشوفو المستوى الرابع بتدائي نشوفو مادة النشاط العلمي الفرض الثاني في الدور الثانية وصراح هذا فرض جميل جميل واغلب الاساتده منهم انا منهم غا نختاروا هذا الفرض هذا ان شاء الله اللي غا يكون التلاميذ ديالنا اذا نبدو بسؤال الاول وقبل كنشكر موقع وثيقتي لهذا الفرض زيما لا من ناحية تصميم لا من ناحية الاسئلة ملائم وجميل وكان صاحبي الاساتده باش يختاروا هذا الفرض هذا نشوفو سؤال اول نشاط واحد الصورة جانبه تبين قطة صغيرة ما ابوي عنا واحد قطة صغيرة مع الاب ديالها والام ديالها ما هو لونه الشعر الذي يتوفرون عليه اذا مثل هاد الاسئلة هاده ما كتحتاج واحد المراحضة كتحتاج الى المراحضة كتحتاج الى المراحضة نعلموا الابناء ديالنا وخا ما تكونش عارفة الجاوب الجاوب تقدر تخرجوا من السؤال تقدر يعني خاصة تعلموا هاد تقنية هاده تقنية المراحضة تقنية بانا السؤال نصف الجواب نشوف السؤاللي من مراهن نشوف السؤاللي من قبل وبع المرة كيكون في السؤال تالي يعني كيكون هو فيه جواب ديال السؤال الاول ديال السؤال الاول إذن عندي الأب والأم ما هو لون الشعر الذي يشوفه عنه؟ إذن ما هو الشعر الذي عندنا؟ ما عندنا أسود وعندنا أبيض إذن لون الأسود سهلة وكي ستفاجئه لا يمكنه أن يجاوبه عنه لأنه ما تابده عن تي كالي دي مخصوص هو الجواب يكون حافظه لو أجده الأسود والأبيض 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 القطة الصغيرة، ما هو لون الشعر للقطة الصغيرة؟ إذن نعمل الأسود والأبيض ماذا يمكن أن نستنتج من خاصية لون الشعر عند القطة؟ إذن هذا اللون الشعر هي خاصية عند القطة يعني مثل الشكل، مثل شكل العينين، مثل شكل القوائم، إذن نحن نتكلمه غير على الشعر، هذه الخاصية لون الشعر كيف هي؟ إذن نقوله خاصية، نقصده بها وشها تكون وراثية أو غير وراثية، إذن هنا نرى أن الأب والأم عندهم الأسود والأبيض تزاوجه، أعطونا واحد القطة للون ديالها هو الأسود والأبيض، إذن هذه خاصية كيف هي؟ خاصية يعني وراثية، يعني تنتقل وراثة، وراثية خاصية وراثية، أو صفة وراثية، صفة وراثية، نمر الآن إلى سؤال رقم اثنان سؤال رقم اثنان يقول أمنأ الفراغ بما يناسب، للافتراز سرعاها للتكاتر تنمو تتبع الحيوانات طرقا مختلفة، لماذا؟ للتكاتر والحفاظ على النسل، باش تكاتر وتصامر ومن قلش الإنقراض للتكاتر والحفاظ على النسل، فمنها ما يعطي عددا كبيرا من الصغار تنمو بعيدة عن أبويها ويتعرض عدد كبير منها، لماذا؟ للإفتراس، للإفتراس، مثل صغار الضفاضع للإفتراسي، ومنها حيوانات أخرى تعطي عددا قليلا من الصغار، من تفعل ترعاها، هذا هو العدد القليل، ستبقى أحدها ترعاها، ستبقى ترعاها بحال طيور، ستبقى تجوج ثلاثة ستبقى حاضنة عليها حتى تكبر تر، أو مثلا الأسود، الأشبال، ستبقى ترعاها، إذا تتبعوا الحيوانات طرق مختلفة هناك مراجعة لتكاتل الحيوانات، بالنسبة لتكاتل الحيوانات، لدينا مثلا أثناء طرق التكاتل أولا تكاتل عن طريق كتبض صغار كثيرا، كي تضع صغار كثيرا، بحل دفاظة، بحل سلحفات البحرية، بحل أسماك، يضعوا بحل بويض ويكون بعيدة عنها يعني يوضعها ويجعلها ويجعلها التي تنمو ببعدها، هذا يتعرض منها عدد كبير، مثلا نضع 500 تقدر لتعرض لفتراز 50 و50 تنجو، ويضع طريقة أخرى لدينا أن حيوانات تسمى حيوانات حاضنة أو حيوانات راعية، تولد هلك الأولاد أو طبيض، وكتبقى راعيهم حتى يستطيعوا سواء طيران أو اعتماد عن نفسهم نرى الآن إلى السؤال الرقم الثالثة، يق ... اسم السؤال الرقم الثالثة يقول تضاع الضفدة عددا كبيرا من البيض والتي تتحول بعد مدة من وضعها إلى شراغف كثيرة يتعرضون جلها للافتراز اذكر استراتيجيتي تتبع الدفاظ في التكاتل، هل تردنا الذى لا أن gözعلنا بالد Io ان السؤال الأول يوجد ضمج الان او السؤال الثاني يكون جواب دي الاول. اذا هنا كنا نتكلم على استراتيجيات بان بان كين حيوات بس كاتر تضع كثيرا او تعطيك عددا كبيرا من الصغر. اذا هنا الضفدة ماذا تفعل تضع عددا كبيرا من البيود. يعني استراتيجيه دي لهالي التكاتر هي هي وضع وضع عدد عدد كبير من مدى البيود. تضع عددا كبيرا من البيود. ما اهم حتى تنجو من الفترس يعني شيكي تفترس وشيكي بخار. ما اهمية هذه الاستراتيجية. ما اهمية هذه الاستراتيجية هي اولا التكاتر التكاتر والحفاظ على النسل بش يبقى النوع دي الضفا دي بش مين قارش والحفاظ على النسلي. اذا نمر الى السؤال رقم اربع. السؤال رقم اربع يقول املأ الفراغ بما يناسب. التربة صفات تظهر على النباتات غير وراثية اذا صفات. هنا صفات وراثية صفات غير وراثية تختلف باختلاف العوامل الخارجية كنوع التربة. هالتربة عمل خارجي. التربة مثلا. خامسا الوين خانة الجواب الصحيح. الصفات الوراثية عند النباتات هي. يعني عندي صفات وراثية وعندي صفات غير وراثية. تسوس الصاق لون البذور شكل الثمار نوع التربة قدو الثمار. اذا الصفات الوراثية هي. اذا الصفات الوراثية قلنا بانها هي مثل لون اوراق طول الساق ونون الازهار. مثلا هنا عندي لون البذور. هذه صفة وراثية. عندي شكل الثمار هذه صفة وراثية. عندي تسوس الساق بشيء من الصفات الوراثية. عندي نوع التربة ماشي من الصفات الوراثية. وحتى من كنت تكلمو على علاقة الثمار ممكن تصنيفها في الصفات الوراثية. وممكن عدم تصنيفها في الصفات الوراثية. حتى بعض المرات الحجم دي الاثمار يتبدل حسب حسب البيئة الخارجية ومثلا الطاقس للجو. هذو كاملين ممكن. وممكن نعتبرها. يعني شوفوا مع الأستديلكم فهذا قد اطمع. تتكاتروا النباتات عبر مجموعة من الطرق من بينها. التربة لا. الافتسال يعني هو طريق هذه التكاتر. يعني كنا نخدو حل جزء من النبتة. وكن خليه تكيخرج الجذور وكمش نغسروه. البوذور نعم تنتقلوا. تتكاتروا عن طريق البوذور. وعننا الجني لا ساق جارية لا. اذا نمر الى اعفوا ما بات لكم. انا اطلعت الفرن بشيء يبليكم. اذا بالنسبة لقطة التمار. من الافضل بان ندروا من الصفات الوراثية. يعني كنت تشوفوا لان ما يقصد بها. وما يقصد بها الحجم وما يقصد بها الوزن. وما يقصد بها يعني كنت تعتبر من الصفات الوراثية الكمية. بالنسبة لتكاتر النباتات قلنا عبر مجموعة من الطرق. من بينها الافتسال البوذور والساق الجارية والساق الجارية. بحال لان نبات الفراولة فهو يتم تكاتره عن طريق البوذور. وايضا يتكاثر بواسط الساق جارية. واحد الساق تلمو افقيا تسمح بظهور عدة نباتات عليها. اذا هذا هو الصحيح. نمر الان الى التمرين رقم 6 من النشاط العلمي. اذا السؤال رقم 6. السؤال يقول اذكر موردين متجددين للارض. يعني ماذا نقصد موردين متجددين يعني موردين للطاقة اللي ما كيتسالوش اللي كيتجدو باستمرار. يعني يعني عمرهم ما يتقادم. ماشي بحال البترول. ماشي. يعني يعني مورد لائم التجدد. يعني ما غير يتقاداش. اذا الموردين متجددين. اول مورد هو الشعة الشمس. مثلا. او ممكن للشمس. او اكتب اشعات الشمس. وعندنا الرياح. يعني هدو بجوج كي يولدون الطاقة. وما كي عمرهم ما غير يتقاداو لا غير يتقاداو بإذن الله. نصل السؤال رقم 7. اصل بخط الجواب الصحيح. عندي المستحثات هي. قوالب بصمات الانسان بقايا تربة او المستحثات هي. اثار كائنات حية قديمة. اثار كائنات حية قديمة. اذا نمر الى السؤال رقم 8. والسؤال رقم 8 يقول. قد ديكم ورقم شبيكم زيان. ورتبوا اطوار اطوار الشهر القمر. اذا القمر يمر من اطوار مختلفة. يعني كتكون عنده مظاهر مختلفة كتبا لنا احنا. اه 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 الربع الاول محدب متضائل. الربع الاخير احدب متعاظم. اذا لدينا هلال متعاظم او تقدر تلقى هلال متزايد. اذا كتبوا الربع الاول. كتبوا الربع الاول. كتبوا الربع الاول. بعد ذلك كتبوا عنا كتبوا احدب متعاظم. كتبوا احدب متعاظم او احدب متزايد. احدب سبحان الله. احدب احدب متعاظم او متزايد. احدب متعاظم. السمن يطبعوا قدر حوال البدر وبعد ذلك كيتبوا محدب متضائل او احدب متناقصه. محدب متضائل. اعفوا ورقة مش فارج متناقص مش خطبة. محدب متضائل يعني نتشي صراحة في الرابع غادي ويقصح محدب متضائل وفي الأخير غادي يكون عندي الربع الأخير ماذا؟ الربع الأخير الربع الأخير إذن هلل متعاظم الربع الأول أحدى متعاظم بدر محدب متضائل الربع الأخير ثم هلل إذن بلاية شهر ونهاية الشهر نمر الآن إلى السؤال رقم 9 إذن السؤال رقم 9 يقول أصل بخط كل عبارة بالجواب المناسب لها يؤدي دوراً أرض حول الشمس إلى تعاقب ليل والنهار تعاقب الفصول يؤدي دوراً الأرض حول نفسها إلى تعاقب الليل والنهار تعاقب الفصول إذن هنا سنركزه يؤدي دوراً ماذا؟ الأرض حول ماذا؟ حول الشمس يعني الأرض تدور حول الشمس إذن هالدوران الأرض حول الشمس يؤدي إلى تعاقب الفصول يعني حسب قرب الأرض من الشمس وبعدها تتغير الفصول تتغير ماذا الفصول لما يؤدي دوار الأرض ماذا حول نفسها الأرض تدور حول نفسها هذا يؤدي إلى تعاقب الليل والنهار الليل والنهار إذن نمر إلى السؤال رقم عشرة السؤال يقول أضع الكلمات التالية في مكانها المناسب يتكاتف أمطار الشتاء تتبخر في فصلي ماذا في فصلي الشتاء في فصلي الشتاء في فصلي الشتاء تنخفض ضرطة حرارة الجو وتحت تأثير أشعة الشمس يعني أشعة الشمس إلى ماذا تؤدي إلى التبخر تتبخ تتبخ روء المياه ويصعد البخار الشيء ويصعد البخار شوف غير البخار تتبخر إلى الجو ثم ماذا يفعل يثكاتف يعني كي تجمع يثكاتف يثكاتف ويكون سحبا تتحول بدورها إلى أمطار هذه دورة المياه هنا دورة الماء على الأرض إلى أمطار وثلوج في فصلي الشتاء تنخفض ضرطة حرارة الجو وتحت تأثير أشعة الشمس تتبخر المياه ويصعد البخار إلى الجو ثم يتكاتف ويتكون ويكون سحبا تتحول بدورها إلى أمطار نصل إلى السؤال الأخير السؤال رقم 11 أجيب أو أجيبي بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارة التالية الأرض تدور حول نفسها هذا صحيح وقلناها في تبنين رقم 9 الانسهار مرحلة من مراحل دورة المياه هذا خطأ عندنا الدواب تدور الأرض حول الشمس خلال 24 ساعة تدور الأرض حول الشمس خلال 24 ساعة هذا خطأ الشمس مستقرة في مكانها لا تتحرك هذا صحيح يعني الأرض هي التي تدور حول الشمس إذن وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو هذا وكما قلنا لكم ستجدون إن شاء الله الروابط أسفل الفيديو وصراحة النشط العلمي من المستوى الرابع عام على عام سيصبع سيصعب إذن كان الله في عول الأباء والأمهات باش يفهمها للمفاهيم العلمية اللي بعد مرات مفاهيم علمية دقيقة للأبناء ديالهم وكحتاجوا واحد شوية للبحث واحد شوية للوقت باش يوصلوا هذي المفاهيم هادو وإلى اللقاء مع فرض آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة